لم تكن العودة لبلاده من إيطاليا خيارا مطروحا لديه عند بدء تفشي فيروس كورونا ناصر عبدالعالي الطبيب السعودي البالغ من العمر 28 عاما وقف على الجبهة الأولى التي تشكلت شمالي إيطاليا في منطقة لودي بلومبارديا بمواجهة الفيروس مفضلا العمل في مستشفى متخصص بعلاج المصابين على الانضمام لخطة الإعادة لوطنه التي نظمتها سفارة بلاده لدى إيطاليا وقد دعمته الأخيرة في مسعاه طبيب السعودي الذي وصف بخير سفير لبلاده كان يبحث عن تدريب في مستشفى جامعي لتعميق معرفته الطبية حين بدأ الفيروس بالانتشار في الشمال الإيطالي فتأجل برنامج التدريب ودخل بالتطبيق على الفور تعب مختلط بمشاعر حزن وفرح لم يتمكن الطبيب السعودي الشاب من تفسيرها دموع تذرف على إجساد لم يقوى بمشاركة الفريق الطبي على إنقاذها وفرحة عارمة لمن يخرجون متعافين فيما النوم لم يره أحيانا حتى لثلاثين دقيقة متواصلة لا يعتبر نفسه بطلا وإنما تلميذا يسدد ثمن فرصة تعلمه في إيطاليا قبل عشر سنوات هكذا يصف ناصر عبدالعالي تجربته التي تتواصل في وقت يأمل فيه أن تخفط أصوات الإسعاف وتختفي صور سيارات نقل الموتى في المدينة شيئا فشيئا اشتركوا في القناة